ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في المكونات العجيم معلقة كبيرة معلقة كبيرة معلقة كبيرة خميرة نحتاج كس الحليب وكس الماء يضفون الحليب يلما نضيف نصف كس كس الماء نضيف نصف كس بالعجين لا يوجد زبدة ولا يوجد زبدة وخفيفة نضيف نصف كس ثم نضيف ث شكرا شكرا نضيف الفلفل الأحمراء حمرا فلفل أسود سكنجبير تماغبرة ونضيف الملحة و1 ملقة مع نوس نشحر ثم نضيف حشوة سوف نشحر كل شيء في النوبة يمكنك تطفع وأن تكون كثيرا لحشوة سوف نضيف الغازات والمعين ندعوه منه كوامورات. اول مهم الشكل يستطيعون. انا اليوم ما تجوش اشكال في حلول مالح ونتوما نديرو الشكل الي كسفت له. ندوزهم بشوى ديال دقيق. بنسبة المالح ندر ستاة الكورات والجسل اللي سنتدرك في الحلول. خليه باللاتي منطلقه. باش ميخمر شريع. سوف نبسطها بشكل دائري الحشوة تكون بردت سوف ناخد شو مصص الجريان و ناخد شو حشوة تجاج سوف ناخد كسبعات الفريد 1 طنس حوماج خاص بالساندويتش صافي تضعها فلاطة الفرن هاد المالح ما كنخليش يختامر الوقت اللي كان سالي كنصخل الفران ديالي الى 180 درجة من الفوقه من التحت تصخلوه واحد العشرات دقيق هذا كول وقت ديال الاختمار دياله ما كاملاش عشرات دقيق خير واحد خمسة انا اضاف الفرامج كونو ديرو المشورد انا عندي وحسي ديال مشورد انا ديرو فلوجة وحدك تقسموها على شوش سافوك تردوها الطرف على هات الطرف نادي اخذي الصفار بيضاء مع قطرس ديال الحليب غادي ندهل الوجه ديالهم نادي اخذي الصفار بيضاء من الفرران كي يسخن من فوقه من التحت غير يسخن كندخله نادي نادي اخذي الصفار بيضاء من الفرران لجبن عنده هنا مخلط اخذي الصفار بيضاء من الفرن سوف ندخلهم طيبو وندوز معكم العجينة اللي بقات لي اللي غادي بالمحل بالنسبة لجلس الثاني ديال العاجين انا راني وجيت لها كريم باتي سير قبل قد توجدوها قبل تخليوها تبرد هذه اللي كانت تبقات لي كانت عندي في كلاجة غريط لقتها مزيئ افضل تكون شدار راسا لا تكون مرخوفة نطلق هذا العجين لشكل مستطيل طويل نأخذ الكريم بالنسبة لكريم لديك كس الحليب معلقة كبيرة البودرة الكريم باتيسير معلقة كبيرة السكر نضيفها على نار حتى أتعقد لكم ساعة 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 تخلطوها وفي نفس الوقت لا تتجمع نضيفها 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 يختمروا تقريبا 1-15 دقيقة وندهنهم طوما بصفر البيت ونرشون باللوس هادي ندهنهم بصفر البيت خليمتي يخمروا شوية وما رضغية كي يخمروا هنا غرشون شوية اللوز عندي هنا كونكاسي صافي هنا بعد ما طابوكي ماشي فتور هاد غيكي طيبو لان ارقاقين مهما كانت نديروش العجينها كغلادة لحاول الكريم باسيسير تديروها غير في الحدي يعني ما تكتروها شوية باش ما تفادش لكم واحد الجهاز كانوا عندي شوية عامرين بحالة شوية بدوكي يخرجوا ولكن رضغية كنت طيب كتحيدوها كاملاتات غيك تتمسحو دك شو كيتقد كانت من ان شاء الله يعجبوكم بالنسبة لما الحين كما عشبتو كيجوا بهذا الشكل هذا محمرين وزوينين بالساف كيجوا ورقاقين يعني ما فيهمش بالساف دير للعجينة وكيجوا الداد كانت من ان شاء الله يعجبوكم يا هاتم البلاد سنقسم معكم عنتمو كيفاش كيجوا 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 زوينين ورطبيين غدي يعجبوكم ان شاء الله غدي نقسم معاكم الحلوين بالنسبة لها دولي حلوين رد هانتم شوية ديال المربا اولي عندكم هكى النابج هادوا باقي شوية سخونين عنتوما كيجوا حشاشين بزاف غدي يعجبوكم عاجبوها الوصفه هدي العاجين تشكلوا به اللي بغيتو كانت منو ان شاء الله دولي وصفه سين اعجبوكم شوفكم فيديو جديده اسلام عليكم